الألم هو خبرة يعني مثلا أنا عادت في ألم معين أقدر أتكلم عليه أنت مش هتقدر تتكلم عليه قوي زي لكن كمان أنت كمان ممكن تكون عادت في خبرة ألم أنا مقدرش أتكلم عنها لكن فيه بقى معانا مفتاح مهم جدا وهو اللي يقدر يوصلنا للناس المتقلمة مع اختلاف ألمهم حتى لو أنا ما عدتش في الألم ده اسمه الروح القدس أنا ما ينفعش أروح أقف جنب حد متقلم من غير مصلي من غير ما أطلب إرشاد الروح القدس قل له يا رب تعالى أنت حسسني بيهم أنا مش ممكن أحس بحد أنا ما عدتش في اللي هو فيه لكن إمتى أقدر أحس بي أما الرب يحط جوايا المشاعر ده أما يديني الإحساس بالآخر بالشكل ده أما يديني كلمات أنا مش من فكري ولا من خبرتي ولا من دماغي لكن من هو شخصيا لازم أنا أصلي كويس قوي لازم أطلب إرشاد الروح القدس لازم أتفهم اضطرابات الشخص اللي قدامي ممكن ناس بيجي لهم حالات من الفزع والاضطرابات النفسية بتخليهم ما يناموش بالأيام وده بيجيب لهم اضطراب في أفكارهم بيجي لهم عصبية أنا ما ينفعش أن أنا أحكم على واحد بيعدي في الظروف صعبة لأن أنا مش عارف هو بيعدي في إيه لكن أنا أقدر أتفهم اضطراباتهم أما أنا أكون منقوعة جوه محضر الله لازم أكون موجود أهم حاجة أن أنا تواجد أتواجد جنب الشخص المتألم مش لازم أتواجد عشانا أوعز تحتوي الشخص أيها أتواجد أحتوي أطبطب عليه أقول له أنا حاسس بيك أتجنب أن أنا أحكم عليه أنا مش مضطر أن أنا أجاوب على أسئلته حديكة سألت سؤال إشمعنا الولد الشخص اللي عنده 22 سنة ويمكن في واحد في الكنيسة مثلا أو ستة كبيرة في الكنيسة عندها 95 سنة دي ليه مش هي اللي ماتت وده أعيش ده قدامه العمر طويلة في أسئلة إحنا ما بنعرفش مش لازم أجاوب عليها أنا مش ربنا أنا ما ينفعش أن أنا أكون مكان ربنا لازم ربنا يكون في مكانه وأنا أكون في مكاني لازم أدي ربنا مساحة أنه يتعامل مع الأشخاص اللي حوالينا أنا عندي واحدة بنت البنت دي توفت وهي عندها 13 سنة أو 14 سنة وكانت موتها أو يعني انتقالها كان سبب أن علتها تعرف المسيح كلهم اللذقوا في المسيح أنا ما ينفعش أن أنا مكان ربنا لازم أنا أما يجي أتكلم ألفة النظر قدامي أنه يسمع صوت ربنا أنا لولا الآية اللي كانت ربنا بيكلمني فيها أنا ما كانش هيبقى عندي أي نوع من أنواع التعزيه في وسط القلم إمتى هقدر أتعزى في وسط القلم أما أنا أسمع صوت ربنا حتى لو بيقولي كلمة بسيطة يعني الآية اللي أنا قلتها لك دي دي آية طويلة جدا جدا في أي يوم لكن الرب يكلمني في كلمة واحدة في الآية دي فكرني بها لأنك تنسى المشقة كمياهنا عبر التذكرة وفضل يقولي نفس الآية هي هي كل يوم وكل لحظة أنا برفع قلبي لي وأكلمه بيقولي نفس الكلمة ده وعايز أقول أن ده الرب يقدر يحول اللعنة البركة لأن ربنا طلع من خبرة الألم ده بركة ومجد بعدك اشتركوا في القناة